في جولة حوارين العالم النهاردة هنروح لعاصمة منغوليا وهي أولان باتور وهي واحدة من أقدم المدن في عالم وأكبر مدن مغلقة في العالم من حيث المساح تقرأ أولان باتور في شمال منغوليا على دفاف نهر طول وتعتبر مركزا حضاريا واقتصاديا رئيسا في البلاد تطم أولان باتور العديد من المعالم الثقافية والتاريخية الرائعة مما يجعلها يوجهها شهيرة للسياح يعتبر مدحف الدولة للتاريخ والثقافة واحدة من أهم الموقع السياحية في المدينة حيث يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات التاريخية والفنية التي يتعكس تاريخ وثقافة منغوليا بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوار زيارة موقع كاركورم الشهير وهو موقع أثر يعود إلى عصور ما قبل التاريخ والذي كان مركزا هام للحضارة المغولية القديمة كما يمكن للزوار زيارة العديد من المعابد والمساجد والمراكز الثقافية في المدينة لاستكشاف التراث الديني والثقافي لمنطقة تشتهر أولان باتور أيضا بأسواقية تقليدية والحديثة حيث يمكن للزوار التجول في أسواق مثل سوخ باتور وأسواق ناراتوجي وأسواق بلازل شراء الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية من الجوانب الطبيعية تقع أولان باتور في محيط خلاب يضم سهولا وسهولا وتلالا وجبالا مما يجعل مكانها مثاليا لاستكشاف الطبيعة الخلابة والقيام بالأنشطة في الهواء الطلق مثل ركوب الخيل والمشي مسافات طويلة والتخييب بشكل عام تعتبر أولان باتور واحدة من أجمل وأفرى المدن في أسيا حيث تجمع بين الثقافة الغينية والتاريخ العميق والطبيعة السحيرة توفر المدينة أيضا تجربة فريدة وممتعة للزوار الذين يبحثون عن استكشاف الطراث الثقافي والطبيعي الخلافي في غلب مدينة منغوليا وما تجزيش تعمل الاشتراك ولايك لقناة عشان يوصلك كل جديد